مصر أنا تقديري في ناس كتير بيقولك الحرب والحرب وكذا الحمد لله أن الرئيس حكيم ما بيقولش الحرب يعني نروح نحارب إحنا رفعنا مستوى الرضع رسمنا خط أحمر وقلنا الخط الأحمر ده ما حدش يقرب عليه نمر التنين أخدنا التفاوضات اللازمة فرفعنا درجة نحنجة الدين وعملنا مناورات عشان ما تفتكروش أن احنا بنهوش أنه خط أحمر مش هنحميه لا إذا حصل خرق لهذا الخط الأحمر هنتدخل ويجب أن نتدخل بقول على أن أنا هو إذا كان فرد علينا أن نتدخل فيجب أن تكون الحرب قصيرة وحاسمة ولا يجب أن نورد في حرب استنزاف ويمن اتنين يجب أن تتدخل مصر بقوة نارية هائلة وبسلاح الجو لتحسب معاركة سريعة وحاسمة في أخصر وقت وبكل قوة حتى لا نورد لأن هناك قوة في العالم عايزة تورد الجيش المصري وعايزة تورد مصر والحرب ليست كلمة سهلة وأعتقد أن الرئيس أكد دا للقبائل لما ألف وقت قصير سيتغير الموقف عسكريا على الأرض إذا تدخل لكن الحربجية لأنه فيه ناس حربجية وفيه قوة تريد أن تورد مصر في الحرب إذا كتب علينا القتال زي ما أبي قال فيجب أن تكون من دلوقتي نكون مستعدين أن نحن نحسم هذه المعركة بشكل سريع وبقوة نارية هائلة توقف الحرب ولا ننجر إلى أي حرب استنزاف تعيد مرة تانية يبقى عندنا يامن اتنين دي الرؤية الاستراتيجية اللي يجب أن نبني عليها موقفنا من ليبيا بنعمل دا إحنا كمان يجب أن ندعم بكل قوة لكن يجب أن نكون مستعدين وفق هذه الرؤية مش عايزة أستخدم كتير كلمة استراتيجية هذه الرؤية هذه الرؤية هي التي تجعلنا نربح ليبيا في يومي ترجمة نانسي قنقر